اشتركوا في القناة فتبارك الله الملك العلام والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنام ومصباح الظلام وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائما متلازما على مرض الظهور والأعظام أيها الحضور الكريم أيها الحضور الكريم أهلا وسهلا بكم في حفل هجرة النبوية الشريفة نبتلك إن شاء الله هذا الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها علينا فضية الشيخ محمد الممرو يتبعها درس ديني من لغة العربية لفضية الشيخ خالد حالي بارك الله بهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فَقَدَ لَصَرَهُ اللَّهُ فَقَدَ لَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَحْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَادُوا ثَانِيَ الثَّيِّنِ فَقَدَ لَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَحْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَادُوا ثَانِيَ الثَّيِّنِ فَلَيَثْنَيْنِي إِذْ هُمَا فِيَلْظَانِ إِذْ يَكُونُ لِصَاحِبِهِ لَا فَحْذًا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيته بجلول فأنزل الله سكينته عليه وأيته بجنود لم ترواها وجعال كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة الله هي العليا وكلمة الله وكلمة الله هي العليا والله عزيز حليم صدق الله العلي والعظيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد والأمين الحمد لله الذي رفع رؤوسنا لمحمد النبي والصلاة والسلام على أنبل وأشرف عربي أحمد الهاشمي المطلبي وعلى آله وأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الأئمة المغتدين أبي حنيفة ومالك وابن حنبل والشافعين أما بعد أيها الحضور الكريم يتعظم الأمل بالمشارب مع إطلالة ذكر الهجرة النبوية المباركة التي كانت فتحا مباركا ومنعطفا هاما في حركة التاريخ فها هو سيدنا عمر فاروق رضي الله عنه يجمع أهل المشورة في أمر التاريخ الإسلامي ولما عرض عليه التاريخ لمولد الرسول عليه الصلاة والسلام أو التاريخ لمبعثه أو التاريخ لوفاته أو لهجرته عليه الصلاة والسلام اختار الهجرة وقال حينئذن إنها فرقت بين الحق والباطل فقد كان العرب قبل البعثة النبوية الشريفة يؤرئون من خلال الأحداث الكبيرة المشهورة فيقولون مثلا قبل عام الفيل أو بعد عام الفيل بين أنه بعد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتجديده الدعوة الإسلامية هذا الدين العظيم دين الإسلام العظيم الذي هو دين جميع الأنبياء وهجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة صار المسلمون يطلقون على كل سنة من هذه السنوات اسما خاصا فيقولون مثلا عام الخندة أو عام الرمادة أو عام الحزن ولكن في زمن سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه اختار التأريخ لهجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة قد عاد إجال طبائل خصوصا قريش في مكة عادوا أن تبي محمدا عليه الصلاة والسلام واجتمعوا على إيذائه وتعذيب أصحابه ووقفوا بوجه دعوته ليفتنوا الذين آمنوا عن دينهم فأشار الرسول على أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة فهاجر عشرة رجال وأربع نسوة ثم زاد عددهم حتى بلغ ثلاثة وثمانين رجلا وسبع عشرة مرأة سوى الصبيان هاجروا وفراءا بدينهم هاجروا مقافة الفتنة فكانت أول هجرة في الإسلام إلى بلاد الحبشة النبي عليه الصلاة والسلام لم يهاجر معهم لم يهاجر إلى الحبشة ولكن هاجر هؤلاء الصحابة وقد أحسن النجاشي ملك الحبشة استقبالهم وأكرمهم فاطمأنوا في جواله وأمنون وحاول الفريش التقرب إلى النجاشي بالهدايا النفيسة لاستردادهم والإيقاع بينهم وبين النجاشي لكن النجاشي سمع منهم آيات بينات من القرآن في حق نبي الله عيسى عليه السلام وأمه الصديقة مريم فصدق بدعوتهم وزاد إكرامهم وحمايتهم وباءت قريش بالخيبة والأسران المبين لقد كان أبى المشركين للمسلمين عجيبا لكن صبر المسلمين على الأبى كان أعجب فقد ثبتهم الله تعالى فازداد عددهم وقويت شوكتهم حتى خشي المشركون بكسهم فأجمعوا على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحتلوه ولكن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام نصروه برغم ما وجدوا من الشبائل والأهوال ثم فقد النبي الكريم نصيرين وذلك حين توفي عمه أبو قارب ثم زوجته خديجة رضي الله عنها فانطلق إلى الطائف ولكنه لم يجد من أهلها قذنا صارية وآبوه بأقوالهم وأفعالهم فعاد إلى مكة وكان يقصد في نشر الدعوة المرسم حين تتلقبال وتتتمع في مكة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى دين الإسلام ويقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله افنحوا وهذا من شجاعته عليه الصلاة والسلام فوجدت دعوته صدا طيبا بين أهل يترب الأوس والخجرج الذين عرفوا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نبي آخر الزمان فآبن به ستة كانوا سببا في انتشار الدعوة في يترب بعد ذلك لقد وجدوا في تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام وفي دعوة التوحيد ما يوحد كلمتهم ويجمع شتاتهم ويضي على ما بينهم من تنازع وبغضاء ووجدوا في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام ضالتهم المنشودة فاجتمعوا تحت لوائه لقد دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد الخالص ومهاهم عبادة الأوثان وعلمهم الإيمان برسل الله وملائكته وبالبعث والجزاء كما دعاهم إلى مكان من الأخلاق وترك الخبائل من الأعمال والسيئات وهذا مصطاب قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يفلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والشكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهكذا انتشر الإسلام في المدينة المنورة ثم عندما سمع القريش بإسلام الأنصار ومبايعتهم له عليه الصلاة والسلام فزعوا أشد الفزع ووجدوا في ذلك خطرا عليهم حيث يزور سلطانهم وتذهب ريحهم وتتعرضوا تجارتهم بخسران عظيم فمكروا وتآمروا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اجتمع المشركون في دار التدوة وهي دار قصي بن كلاب التي كان القريش لا تقضي أمرا إلا فيها ليتشاوروا ما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه وحضرهم إبليس بصورة شيخ يعني رجل كبير في السن بصورة شيخ نجدي فأشار كل برأي وإبليس يرده لا يقفله إلى أن قال أبو جهل نأخذ من كل خبيلة من قريش خلاما بسيف فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يتمكن بني عبد مناف من حرب كل فيرضون بالذية فقال النجدي يعني إبليس هذا هو الرأي فتفرقوا عليه وجاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بمؤامرتهم وطلب منه أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة واجتمعوا ببابه يرصدونه فدعا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علي بن أبي قالب لينام في فراشه ويتسجى ببرد له أخضر حضرامي وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وصارا بعد أن أخذ حفنة من التراب صارا يذر هذا التراب على رؤوسهم وهو يكلو آيات من سورة ياسين إلى أن وصل لنا قول الله تعالى فأرشيناهم فهم لا يبصرون ثم انصرف فأداهم آت فقال آج محمد وما منكم إلا من مضع على رقفه التراب فوضع كل مائل منهم يده على رقفه فوجدت تراب ثم جعلوا يتطلعون فرأوا سيدنا عليا رضي الله عنهم متسجيا ببرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الإخوة الأكارم الهجرة كتاب مفتوح كلما قرأ فاحت منهم الدروس وفاحت القيوب دروسا إسلامية للأمة غاليات فقد حمى الله تعالى حبيبه محمدا عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبا بكر بأوهى البيوت ببيت العنكبوت ومن دروس الهجرة الإخلاص لله تعالى هو درس مهم نتعلم من أعظم مولود عليه الصلاة والسلام الذي قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله والصبر كذلك درس مهم بتحمل الكبار والصغار الرجال والنساء الأغنياء والفقراء من الصحابة وعلى رأسهم نبيهم المصطفى عليه الصلاة والسلام تحملوا كل شيء في سبيل رضا الله عز وجل والتضحية بالنفس لربع الأبى عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم درس آخر بفداء الإمام علي رسول الله لما نام على فراشه وحسن المرافقة درس مفيد بحماية الصاحب أبي بكر لصاحبه محمد عليه الصلاة والسلام في رحلة الخير والتوكل على الله درس نافع في قول رسول الله لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أي الله حافظنا وناصرنا والشجاعة كذلك درس يستقى من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هجرة عمر الفاروق الذي هاجر مع أربعين من المستضعفين جهاراً نهاراً مهدداً ومتوعداً من يلحق به وإثار الباقية على الفانية درس تتعلم من صهيم الرومي الذي ترك ماله لكفار قريش مقابل تركه أن يهاجر وتتوالى بروس الهجرة ويبقى علينا أن تستفيدها لحاضرنا المؤلم المنبد من فتن الذي كتر فيه الهرج والمرج وتعالت فيه أصواب المشوشين الذين يدسون في الدين ما ليس منه فتراهد تشبهون الله بخلطه وينسبون إلى الله التحيز والجهة والمكان والأعضاء وهذا كله صفات نقص لا تريق بالله تعالى فهو الموصوح بكل كمال يليق به منذه عن كل نقص في حقه وهذا ما تعلمه الجمعية الإسلامية الاجتماعية والجمعية الهارية في هذه الفلد التي من أولى أولوياتهم تعليم العقيدة واقتفاء آثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلوكا ومنهجا وفي ختام هذه الكلمة أود أن أذكركم بالتوسيع على أهلكم في يوم عاشراء والذي يصابك يوماً فيه وكذلك أذكركم بصيام يوم عاشراء فقد صامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة يصيامه أسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل علينا غدق شهاديه رحمته أسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل علينا غدق شهاديه رحمة الله وبركاته المصدر صلى الله عليه وسلم المصدر الشفاء في الظبان الإصابة والإعجارة الملتقة أملك اشتركوا في الرئيس من عظيم الحمد ذو الأرمام المصدر المحضر بين الله ومن أن يكون من مكتة الهيطان إنه مجموعة أن أعطيك من أجل الشيخ محمد عبد الحميد لن أعطينا للمساعدة عن المدينة يجب الله تعالى من نشيل قمت بها من أجل الشيخ محمد عبد الحميد يجب الله تعالى من نشيل الشيخ محمد عبد الحميد يجب الله ترانينا لنفس شكير وحسن اشتركوا في القناة فالتحبات الناس أجل أن يكون المشاهدين يجب أن يكون المشاهدين يكون الناس مرحباً ومعباً يكون طويلة технолог and courage you're so fortunate to be among the nation of prophet muhammad said alhamdulillah you a from this nation he was so strong you had the strength of forty men and he is the best and bravest human being peace be upon him before the prophet İstanbul While وعلى الله عليه وسلم recibir the remodation the Arabian Arkansas was engulfed in darkness the women children were oppressed especially the orphans the strong will oppress the weak, the rich will take advantage over those who are poor, the blasphemers used to make idol statues from wood, stones and sometimes daves and when they felt hungry يجب أن يأكل من هذه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم فتح قرر 40 سنوات وعندما يجب العلوات من 40 سنوات فالن يجب رئيس قال لهم في العرب قال لهم أقرأ يعني رسائط فالن يجب رتع كما أنى بقارت أم لرسائط و كان لرسائط so A.J. Br rape repeated this three times and he said i am not a reciter, so A.J. Br rape he revealed to him the first five verses of Surah Al-A'laq وَأَمْتُواْا بِالْقَلَمُ وَأَكْرَمُوْ مِنْانَا اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمُ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَ So he went to his wife Khadija and he told her what happened. So she embraced Islam. She was the first lady to embrace Islam. Then Abu Bakr Suddib was the first man to embrace Islam. Imam Ali was the Prophet's cousin. And he was the first child to embrace Islam. Then one after another the believers started growing in numbers in Mecca. Then the blasphemers knew that their idols that they used to worship did not bring any benefit. And did not alleviate any harm. They do not deserve to be worshipped. Because Allah subhanahu wa ta'ala is the only one who deserves to be worshipped. He is the only curator. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was Haitian calling the people to Islam. Then Allah subhanahu wa ta'ala revealed to him an ayah which means warn your close relatives. So he gathered the people of Quraysh, the tribe of Quraysh. And he said, O people of Quraysh, O people of Quraysh. So they started to gather around him. So he said, if I were to tell you that there are armies behind this mountain, soldiers behind this mountain ready to attack you, would you believe me? So they said, yes, because we never experienced from you lying. They knew that he was the most honest. And the most, he did not lie in his life before Prophet and after Prophethood. They knew that he was honest. So they said, we never experienced from you lying. So they said, so the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, Then bear witness that I and the Messenger of Allah sent to you. So Abu Lahab, his uncle, said to him, which means damn you, did you gather us to tell us about this? Then Allah sallallahu alayhi wa sallam revealed to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam surah al-Masar. And in detail, the punishment that Abu Lahab would receive in hellfire. The blasphemers then went to Abu Talib, one of the uncles of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And they said, what does your nephew want from this cult? If he's looking for money, we will gather money for him until we make him among the richest amongst us. If he wants kingdom, we will make him the king for the whole tribe. And if he's looking for prestigious status in the tribe, we will not do anything without consulting with him. Abu Talib went to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and told them about their offer. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, I swear to Allah, my uncle, if the world to place the sun in my right hand and the moon in my left hand, I will not leave out this cult until Allah sallallahu alayhi wa sallam grants me victory or I die for the sake of this cult. So he did not accept this offer. So the blasphemers came with another offer. They went to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and said, What about we worship your Lord one year and you worship our God one year? So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that Allah revealed to him Surah Al-Kafirun. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْعَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ The last verse it means O Blasphemers! You follow a religion that is corrupt, leave this religion, it is not accepted by Allah and I have my religion that is correct which is Islam and it is accepted by Allah and you must follow it So the Blasphemers started to put more pressure on the companions شهر مجدداً. كان بدأت سنفعهم. قضلهم. فإن بيلاز إفن ربع. هو في إثيابيا. كان أسلام على ذلك. قلت أنه عبد الناس. فالتي سنفعه أميّا. مجدد مجدداً. في البرد الأنزمة. كان جميل مضحيباً. في ذلك يوميي. and he placed a big boulder, a big rock on his chest and he started to mention Ubal which means say something good about my idol that I used to worship his name is Ubal so Milad used to say أحد 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 meaning Allah is one who got a partner Allah is not a body Allah does not resemble the creation so Umayyah started whipping him and torturing him and he kept saying أحد 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 from this we know the steadfastness of Bilal Ibn Rabah even after getting tortured he still was steadfast on Islam he did not leave Islam so Abu Bakr Siddil passed by him and saw what was happening so he offered to pay a lot of money to free Bilal for the sake of Allah this is to show that Abu Bakr Siddil he relieved this Muslim from a calamity as the Prophet ﷺ said the one who relieved another Muslim from a calamity Allah Ta'ala will relieve him from the calamity in this life and in the hereafter so this is what Abu Bakr Siddil did for his brother Bilal Ibn Rabah the blasphemer started to put more pressure on the believers and the Prophet so the Prophet sent 83 companions to the first migration which is Abyssinia and Habasha Ethiopia he went and the king at that time the name was Ashab al-Najashi he was Christian at that time and then he embraced Islam after seven years he passed away after seven years he passed away so Allah Ta'ala reveals to Prophet Muhammad that Ashab al-Najashi passed away the pious one the righteous one so he became quiet in seven years so it did not take as some people would think it's too hard for someone to become quiet it's too hard for someone to become righteous some people they think I cannot reach that status and Ashab al-Najashi reached it in seven years it might be even less than seven years so someone the person has to strive in reaching high rank just as he strives to do good in school and in university to have high mark he must strive to do good so he can have a high status in the hereafter in those years the Prophet met with some people from Medina who would go to Mecca during the season to trade so he taught them about Islam they went back to Medina and they taught the people Islam but the supporters on Ashab grew in numbers in Medina until it was revealed to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who ordered the believers to immigrate from Mecca to Medina so whoever was able was obligated to immigrate so people started to immigrate slowly and slowly the Prophet was ready for an order from Allah so he can immigrate the Blasphemers gathered in a place called Dabla Dwa and they had a plan to kill the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam so one of them said why don't we gather from each tribe one of the strongest men so they agreed on this plan so they went to the house of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and they gathered around the house of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was informed the plan of the Blasphemers so what did he do he told Imam Ali to sleep in his bed to stay in his bed so then the Prophet left his house and he took a handful of soil and he started to sprinkle it under the Blasphemers head and he started to say وَالْقُرْهَانِ الْحَكِيمِ until he reached the birth فَأَغْرُشَيْنَا هُمْ فَأَهُمْ لَا يُعُصِهُونَ The Blasphemers did not realize that the Prophet passed by them this was a miracle for Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam they didn't realize it was like they were standing up and they were asleep they didn't realize the Prophet passed by them so the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam took Abu Qabr Al-Suddip as his companion in his immigration so they started to start they started to go to Medina they reached a cave called the cave of Taw and they stayed there for three days Abu Qabr Al-Suddip he did not want the Prophet to enter the cave before him he said if there's something in the grave it would attack me first so let me enter before you look at the love of the companion of Abu Bakr Al-Suddip for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam they used to love the Prophet more than himself more than their family more than their kids more than their money they used to love the Prophet more than anything in this world so what did he do Abu Bakr entered and then he started to rip his shirt and started to fill in the hole in the cave except one hole in the cave he filled it with his knees with his heels and the Prophet of Allah rested on the lap of the Prophet of Abu Bakr Sallallahu Alaihi Wasallam and then he slept a snake came and started to bite the heel of Abu Bakr Sallam so he started to cry out of the pain being bitten by a snake is not something easy being bitten by a snake is not something easy so he started to cry and one of the tears fell out of the face of the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam so the Prophet woke up and said to Abu Bakr Sallam what happened so Abu Bakr Sallam told him the story told him what happened so the Prophet took his blessed saliva and put it on the heel of the Prophet of Abu Bakr Sallam so it was cured instantly this is to show that the saliva of the Prophet is pure the Prophet his skin is pure his saliva is pure his sweat is pure his hair is pure his finger and hair is pure his teeth is pure so this is to show that the Prophet is pure someone that's pure so the pain that Abu Bakr had was pure the blasphemers realized the Prophet passed by them so they started to trace the footsteps of the Prophet to this pain of the cave of Taw then they realized they saw a spiderweb and a pigeon laid two eggs there so they said if there's a spiderweb and a pigeon that means no one entered this cave so they left Abu Bakr Siddip was scared and said O Messenger of Allah if they were to look underneath because this cave is not very high it's very low you need to bend down just to enter it so Abu Bakr Siddip said O Messenger of Allah if they were to look from underneath they will be able to see us so the Prophet said do not worry Allah support us he is supporting us then the blasphemers left then the Prophet Abu Bakr continued his way to Al-Madina and the people of Al-Madina started were waiting for him in a place called Taniyat Al-Wada' until the Prophet of Abu Bakr Siddip reached Al-Madina and then the people waiting for him said O people is this the person you've been waiting for he arrived so they start to sing and chant for the Prophet of Allah and start to say وَلَعَلْفَتْهُ عَلَيْنَ مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَتْشُكُهُ عَلَيْنَ مَا ذَعَالِ اللَّهِ دَاعِ inshaAllah you will hear this beautiful chant from the beautiful singing group inshaAllah then in Medina the Prophet started to put the foundation in the Muslim community and he built his first mosque called the Masjid Quba' the mosque of Quba' because the Prophet was riding an email camel when he reached Medina so everyone wanted the Prophet to build his mosque in their area so the Prophet said leave this camel choose it knows where to stop so the camel started to walk until it rested in the place so the Prophet said here we are going to build the first mosque this mosque is very blessed it has special merits the Prophet the Prophet said whoever performed the in his house goes to Quba' mosque and prays to Raka' will be rewarded as simple rewards to performing Umrah so this is something very special the city of Yetrit began to flourish with the light of faith and was named Al-Madinatul Munawwara which means the illuminated the city the Prophet when he immigrated there it literally illuminated it literally illuminated so it has been 1,444 years since Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam migrated from Mecca to Medina and it is one of the greatest events in Islam's history we learn from this Hijrah to be patient and to have brotherly love and sisterly love for each other to love for others what you love for yourself to do for others what you love to do for yourself and not to have hatred towards each other and not to have envy towards each other instead to have love for each other the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam he talked about this Allah to love your brother and to love your sister for the sake of Allah and Allah Sallallahu Alaihi Wasallam he sent a Quran which means those who love each other for the sake of Allah on a day a judgment they will be in paradise they will be together except those who will love just for a worthy matter Allah Sallallahu Alaihi Wasallam in them those who love for the sake of Allah are the pious ones but those who did not love for the sake of Allah just for a worthy gain or position or status they will be enemies on the day of judgment this will take from this person this will take from that person why because their love was not faced for the sake of Allah they did not help each other for the sake of Allah they did not want to grow for the sake of Allah it was for a position or worthy gain so we learn from the hijra to love each other for the sake of Allah may Allah make us among the highest ones inshaAllah may this coming year be a peaceful and safe year for all of us Allahumma amin wa rahsallahu bikum wa sallallahu laykum assalamualaikum rahmatullahi wa barakatih otherwise yeah it's too much I don't know lama abdiyā'u bihijra'i mukhtari lama abdiyā'u bihijra'i mukhtari wahukhari خرах hai ben bihijra'i mukhtari huvijra'i quud huvijra'i hab Ben huvijra'i ch goose 考 Whoa cu DIY ih nib huvijra'i das للمكة خرج النبي مهاجرا وفؤاده متعلق بدياري نحو المدينة سارطاها ميميما متسلحا بعناية الجبار فرحت قلوب المؤمنين بطيبة بنزول خير العالمين بداري ونساؤها قد أنشدوا حبا به يا حب ذا يا حب ذا يا حب ذا محمد من جاري من مكة للمدينة هاجر طاها هدينا من مكة للمدينة هاجر طاها هدينا فاستقبله المسلمون من نشيد مسرورين من نشيد مسرورين من نشيد مسرورين واجب الشوق علينا ما دعا باللهنا واجب الشوق علينا من ذنيات ودا واجب الشوق علينا واجب الشوق علينا غلب الشمس وفاك ظلوا للبر علينا علينا غلب الشمس وفاك حثارك البشر بلينا أيها الحنيات ظلع البدر علينا من ثنيات الوداء وجبال الشمس علينا لا داعي لا داعي أشرق البشر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل خسنك ما رأينا قط يا رجل فالسرو طالع البدر علينا من ثنيات الوداء وجبال الشمس علينا لا داعي لا داعي أحمد المختار ضاء سيد الرسل الكرام أحمد المختار ضاء أحمد المختار ضاء سيد الرسل الكرام أحمد المختار ضاء سيد الرسل الكرام مدعلا قدرا و تاها مدعلا قدرا و تاها مدعلا قدرا و تاها فائقا كل الأباء شكرا للمشاهدة 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 علماء علماء القرباء علماء سمن علماء سمن علماء سمن توسلت بالهاد البشير محمد إلى الله في أمر بعثر حلوقا توسلت بالهاد البشير محمد إلى الله في أمر بعثر حلوقا إذا ضعق الصدري والقروب تزاد إذا ضعق الصدري والقروب تزاد فليس لها فليس لها فليس لها إلا الذي عمى فضلها أممم والسيد المختار من آل العاشق والسيد المختار من آل العاشق والسيد المختار من آل العاشق عليه صلاة الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله وصح بأسياري أرجو صفاء البال وأنا لأمدالي بالمصطفى والآل وصح بأسياري أرجو صفاء البال وأنا لأمدالي صد أنا بهوا أكي وأن تحبو والله لا أنسى ما قالت الحكم صدنا بها وعدها تحكي وأن تحكي والله لا أنسا ما قالت الحكم ومن زدت بالقرآن رب السماء عتا فهفزت بالإكرار أرقا وأعطا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 السوق يدفع بي والبعض يولعني مرهاك محبوبي من طرف يمتعني أوه الشوق ينقع بي والبعض يولعني يولعني مرهاك محبوبي في الطرف يمتعني في مبهد الأرباح والله يا الله وصعادة الأرواح حقا ومجلا يا печ44 يا الله الله يا الله 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 حبي رسول الله أهديك بالروح يا ليتني ألقى روحي له روحي حبي رسول الله أهديك بالروح يا ليتني ألقى روحي له روحي يا هل ترى سأرى أنوار وجنتي كل مدر حين ترى بصفاء طلعه الله 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 دمعي على الخط من فرق أسواق أرجوها راياتي زمالك الرابي دمعي على الخط من فرق أسواق أرجوها راياتي جمالك الرابي عطفا حبيب الله داو الذي نادى أسواقه نبسا وعلى زو مرآك المصطفى والآلاء واصح في أسياده أرجو صفاء البال وانال أمدادي المصطفى والآلاء واصح في أسياده أرجو صفاء البال وآلاء أمدادي وآلاء أمدادي وآلاء أمدادي وآلاء أمدادي من تقضت بطيبة وحيا ليالي ما عرفت لها قدرا وآلاء أمدادي وآلاء أمدادي وطيبة وصح في أسسنو فرق أمدادي لا تبع ولا تسر ليالي وصالي ليالي 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 يالي 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 لا يرسال إلا كبار ولا أحده السرح سألهم إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي قبل مرضي زيارة تعينا الروضة الفيحة والقبة الخضراء وأدخل من بعد السلام يا سلام وأدخل من بعد السلام وأدخل من بعد السلام سلام وسلم على المصطفى العاد البشير وأفرح بالبشرى وأدخل من بعد السلام وأدخل من بعد السلام وأدخل من قيم Cyclone وأدخل من قليل من قيمة الرحيم وأدخل من بعد السلام وأدخل من بعد السلام وأدخل من قيمة الرточيع وأدخل RN فقاصدا فكل سفيعي يا حبيب الله فقل لي سفيعي يا رسول الله فقل لي سفيعي يا حبيب الله صلوا على خير الأناف كل من صلى عليك كل من صلى عليك لا يوضع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة 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 صوت من القناة أعطيه لكم السلام أعطيه لكم أشياء خالد حلبي أمد أعص محمد محمد أعطيه لكم الحاج عبد الرحمة عبد الرحمة عبد الرحمة عبد الرحمة أرجوك أن تأخذك لأنك تقومت الحاج هذا اليوم أعطيه لكم أعطيه لكم إذا كان الأسف أحيائي شكرا 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 شكرا